السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل واسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ازايك عم نمقي يا رب تكونوا بخير ويكون سنساعدة عليكو على الأمة الإسلامية أجمعين النهاردة بعمل معاكو الكفصة السعودي بالرز البسمة يا رب تعجبكو ونلقع عجبكو زي ما انتش شايفين كده معانا هنا لحمة طاني من الريش طبعا لو حبينا انتت تعملها من الفقدة او ما انتتعملوا بدل اللحوم اللحوم او المحدش مسلا بيحب الضوني ممكن انت تستبدلوا باللحوم تاني بقري او جاموسي او ممكن ان انتت تعملوا بفراخ يعني كله ما فيش اي مشاكل زي ما انتو بقى شايفين كده معانا هنا المكونات او التأويل بتاعتها معانا هنا فلفل اصمر ورق لوري وحبهان وقرفة ومعانا شطأ ومعانا حاجة بسطة جدا من الفلفل احمر يا فابركة ومعانا السمنة والرز البسمتي زي ما انتو شايفين كده الرز البسمتي انا بان اعبليها بتاع عشر دقيق عشان بيستخدم مياه كتير وحتى هنا برضو معلقة توم مفروم وابدأ بقى ان انا اضيف المكونات كلها مع اللحمة وهي بتشوح عنه النور مع السمنة علشان تشرب التدبلة بتاعتها وبالنفس الوقت تاخد التشوحة كويس وعاوز اللون بتاعها يكون دهبي يعني بيتاخد الصدمة بتاعتها هنا بقى كنت بطيف حاجة بسطة جدا من الشطة زي ما انتو شايفين كده بافتر بقلبها لحد ما تشوح ولانها يتغير تاخد الصدمة بتاعتها ويتحاول لولولول оргان uhh ولانه وبالغان في تشب الطابل تاعتها تставля克 اويل باいてتصح خليطة الرز البسمتي اللي هي الكاري دي حاجة مهمة جدا ماذا لقى كركم من لون الاصفر عشان يعزز اللون الاصفر ثacia انتو شايفين بتشويلا والا حامCraج ما تشوحك كويس عشان تستوب رحيتها. ويبوط عليها البوتا جاز لحد ما تاخد السوء بتاعها. وبعد كده بروح ضيفها الرز. عام حاجة يكون ان نوع الرز كويس. لان النوع الرز بياخد آآ هنا الرز بياخد آآ قاعد كتير عن الرز البلدي. يعني بياخد مية زيادة. يعني ثلاث اضعاف الرز. لو هتعمل نص كيلو من الرز هياخد منك كيلو ونص من المية. زي ما انتو شايفين كده. لو رز البلدي بياخد اللي هو آآ مثلا بياخد رز الكمية من المية. هنا زي ما انتو شايفين كده. هنا الرز بعد ما تنقع كويس. بصف فيه من مية واضيفه للحمة. زي ما انتو شايفين كده. آآ اللحمة هنا كانت خلاص دخلت في سوء. يعني استويت معي. بس انا حبيت ان انا طيبها الاول. علشان ميبقاش فيها اي حاجة يعني جويها. تنزل اللي جويها وتستوه كويس معي. وبعد كده بضيف لها الرز. بيضيع طعم جميل جدا. او زي ما انتو شايفين كده. عاوز اقول لكم. الطعم والريحة. يعني ما شاء الله الله مبارك. جميلة جدا. وديك من احب الاكلات المفضلة عندنا. وبنحب نعملها خصوصا. آآ لو عندنا مثلا عزومة او حد جنة كده ضيف. عاليز علينا. بنحب نكرمه. آآ طبعا الوصفة دي سعودية. جميلة جدا. واشكر اهل السعودية يعني ما شاء الله الله مبارك. وصفة جميلة جدا. ونحبها في جميع حالتها بالفراخ او باللحوم. زي ما انتو شايفين كده خلاص كان كان الرز استوى معي وكان الطبق جاهز. يارب يكون عجبك الفيديو. ما تنسوش بقى لتعم والاشتراك. باللايك وتفعيل الجاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.